مشاهدين فيما تحيي تونس اليوم الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي وبرغم من تعاقب 12 حكومة مختلفة خلال هذه الفترة إلا أن القلق يتصاعد في الأوساط التونسية على حاضر البلاد ومستقبلها في ظل أزمات سياسية اقتصادية واجتماعية محتدمة وفي هذا الإطار يحمل مراقبون وسياسيون حركة النهضة مسؤولية ترد الوضع الذي آلت إليه الأمور وتتهم أحزاب وكتل برلمانية الحركة بالالتفاف على مطالب الثورة وتحويل السلطة إلى غنيمة لفرض سياسة التمكين أما الرئيس قيس سعيد فسيواصل ويواصل تهديداته بملاحقة الخوانة والعملاء المتأمرين على الدولة على حد وصفه مدينة سيدي بوزيد الواقعة وسط غرب البلاد والتي كانت مهد الثورة التونسية حيث أقدم البائع المتجول محمد البعزيزي على حرق نفسه فيها في 17 من ديسمبر شهدت منذ مساء أمس فعاليات شعبية لإحياء ذكرى الثورة والشعار الذي طغى على هذه الاحتفالات عشر سنوات طال الانتظار هذا الشعار كان واضحا فيما يحمله من رغبة شعبية بتحقيق الواقع الذي كان منشودا في الأساس منذ انطلاق الثورة قبل عشر سنوات وهو تحسين الأوضاع المعيشية قبل كل شيء أما المفاجئ فكان اعتذار الرئاسة عن حضور رئيس قيس سعيد للمشاركة في إحياء هذه الذكرى نظرا لالتزامات طارئة بحسب بيان قصر قرطاش وفي الوقت ذاته تتزامن ذكرى الثورة السنوية هذا العام مع موجة عارمة من الاحتجاجات التي شاركت فيها مختلف فئات المجتمع المدني وكذلك اجتاحت معظم المحافظات في البلاد على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية همشتها التجذبات والخلافات السياسية الحادة بين مكونات البرلمان وأسكتت المطالب والمبادرات لإطلاق حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزماتها ترجمة نانسي قنقر